بسم الله الرحمن الرحيم أعلا وسهلا بكم في الفيديو ده نسترد عليكم واحد من أفضل متصفحات الإنترنت الجديدة من حيث أن هذا المتصفح لا يستعلك الكثير من موارد الجهاز مقارنة بمتصفحات الإنترنت الأخرى الشهيرة بما في ذلك سرعة عالية جدا في الاستخدام استجابة عالية جدا بشكل عام في العمليات أو في التنقل أو في تنفيذ الأوامر وصرعة كويسة جدا في عملية التحملات تقدر أنك تعتمد عليه أن يكون أو تقدر أنك تفكر في أن يكون متصفحك الإفتراضي بيتكامل مع كل المواقع والإضافات لأنه أساسا مبني على نظام كروميوم يعني هتكون نفس إعداداته بنسبة كبيرة جدا نفس إعدادات متصفح جوجل كروم باستثناء فقط وجهته الجديدة المختلفة بعض الشيء عن باقي أو عن طبيعة استخدام المتصفحات الأخرى لتحميل هذا المتصفح من أي متصفح موجود عندك هتفتحه ومن مربع البحث هتكتب فقط ARC أو ARC براوزر بنفس هذا الشكل بعد ذلك هتضغط عليه سوما هتنزل حاجة بسيطة عند نتيجة البحث ARC from the browser company هتضغط عليها بعد ذلك هيكون فيه عندك خيارات التحميل للويندوز للماك فيه أيضا نسخ للموبايل أو للأندرويد فهنحمل النسخة الخاصة بالويندوز بعد ذلك هتضغط عليها أو هتفتح المكان اللي تم تنزيل فيه المتصفح ودبل كليك عليه مباشرة هيبدأ معك بشكل تلقية هتفتح معك هذي النفذة ومن ثم هيبدأ فيه التحميل والتثبيت بعد ذلك هتفتح معك هذي الواجهة هتكون محتاج أنك تسجل على الموقع يعني هتكتب اسم بعد ذلك ايميل وباسورد وهتأكد الباسورد وهتوافق على اتفاقية الاستخدام وكريت اكاونت وكده تم تسجيلك أو تم تسجيل دخولك على المتصفح بعد ذلك هنا لو محتاج أنك تنقل بياناتك اللي موجودة على المتصفحات الأخرى تقدر أنك تحدد يعني مثلا تعمل نقل الإشارات المرجعية المواقع اللي أنك بتستعديمها سجل للتصفح المواقع والباسورد وما إلى ذلك ولكن ما فيش داعي من هذا الخيار تقدر أنك تعمله من داخل المتصفح بعد ما تستخدم المتصفح أو تجربه بعد ذلك هنا ضغط هنا على نوت ناولة لأن هذه الميزة بترسل بيانات إلى الشركة المطورة لهذا المتصفح من منطلق تحسين الميزات باستخدام الزكاة الاصطناعي لكن ما فيش داعي من هذه الخطوة بعد ذلك حدد الخيار رقم 2 لعدم تعيين وكان متصفح افتراضي لحين ما تجرب المتصفح في البداية وفي حال أنك محتاج أنك تخليه هو متصفحك الافتراضي فطبعا ده خيار بسيط جدا تقدر من داخل الاعدادات أنك تعدل هذا الأمر بعد ذلك هيكون عندك المتصفح بنفس هذا الشكل أو على هذه الوجهة الغير تقليدية مختلفة بنسبة كبيرة جدا عن استخدامك لمتصفح جوجل كروم أو أي من المتصفحات الشهيرة الأخرى لكن هذا المتصفح طبيعة استخدامه أو حتى إعداداته هي هي نفس إعدادات متصفح كروم باستثناء الوجهة الجديدة أو طبيعة الاستخدام الجديدة وباستثناء أيضا أن المتصفح ده موفر للموارد بعض الشيء يعني على سبيل المثال في المقدمة لو أننا عملنا اختبار للأداء مثلا ده متصفح جوجل كروم على صفحة يوتيوب بما في ذلك هذا المتصفح هنفتح عليه مثلا صفحة يوتيوب بحيث أن نفس الصفحات المستخدمة تكون نفس الصفحات بعد ذلك نعمل تصغير للمتصفحين ونبتدي نفتح مدير المهام التاسكي مانيتجر بعد ذلك هننتظر بعض السواني البسيطة الحين استقرار المتصفحات لأن المتصفحات لما بتكون في الخلفية بيبتدي أن يتم تشغيل وضع الكفاءة بيتم تحديد أن المتصفح في الوقت الحالي في وضع الخمول فزي ما أنكم شايفين في الوقت الحالي متصفح ARC 11 عملية بيستهلك 360 ميجا من الرمات دلوقتي متصفح جوجل كروم أقل منه في العمليات 9 عمليات وبيستخدم 390 ميجا إذن فيه فرق ملحوظ في عدد العمليات وفيه فرق ملحوظ في استهلاك الموارد متصفح ARC أقل في استهلاك الموارد طبعا الاعتماد في هذا المتصفح مش بيكون على صفحة رئيسية نفس المتصفحات الأخرى ولكن الاعتماد في هذا المتصفح بيكون على جزء التنقل هنا على اليسار اللي طبعا بيكون قابل للطي يعني من خلال هذه الايكونة لما بيكون فيه صفحات مفتوحة بتقدر أنك تستخدم المتصفح في وضع الفول سكرين يعني لو أننا فتحنا تاب بعد ذلك مثلا كتبنا جوجل وفتحنا صفحة بهذا الشكل دلوقتي تقدر أنك تعمل طي ليه هذا الجزء بيحيث أنك تقدر تستخدم الصفحة في وضع الفول سكرين دلوقتي من خلال جزء التنقل ده طبعا في المقدمة عمليات البحث بتكون من خلال المربع اللي موجود فوق ده المربع ده أو الرابط ده هو بمسابة مربع البحث متعددة لاستخدامات يعني لو أننا قفلنا الصفحة دي بعد ذلك محتاج أنك تبحث عن شيء فبتضغط هنا بشكل مباشر بيفتح ليك مربع البحث بتبتدي أنك تكتب هنا عملية البحث اللي أنك محتاج أنك تفتحها بعد ذلك طبعا بيكون في عندك هنا جزء التنقل اللي من خلاله بتقدر أنك تعمل مساحات مختلفة يعني على سبيل المثال طبعا في المقدمة لو محتاج أنك تفتح نيو تاب مثلا النيو تاب دي هنبتدي نفتحها وعلى سبيل المثال هنفتح فيها مثلا محرك بحس جوجل بعد ذلك محتاج أنك تضيف صفحة جديدة لموقع جديد بتغطي على النيو تاب وبنفس الكافية مثلا نفتح اليوتيوب فيكون في عندك هنا صفحتين موجودين بنفس هذا الشكل وطبعا تقدر أنك تضيف عدد لحصرة له من علامات التبويب محتاج أنك تقفل أي صفحة من آيكونة اكس دي بتبتدي أنك تقفلها لكن المميز في هذا الأمر أنك تقدر تعمل مساحات بمعنى أن على سبيل المثال عندك هنا بعض الصفحات أو صفحات معينة مثلا أنك بتستخدمها خاصة بشيء معين تقدر من خلال آيكونة اد دي أنك تعمل مساحة عمل جديدة أو جزء تنكل جديد يعني لو أنك ضغطت على آيكونة اد دي بعد ذلك نيوز بيس زي ما أنكم شايفين أصبح عندك مساحة عمل جديدة هتبتدي أنك تسميع بأي اسم بعد ذلك ممكن نسيبها على الديفولت وتختر لها سيم معين مثلا أي سيم من هنا وطبعا من هنا تقدر أنك تغير وضع السيم ما بين الفاتح وما بين الدارك بعد ذلك بتضغط على كريات وهنا أصبح عندك مساحة عمل جديدة موجودة في الأسفل طبعا تقدر تضيف فيها مواقع جديدة لشيء ما معين على سبيل المثال مثلا مواقع التواصل الاجتماعي في مساحة العمل دي على سبيل المثال أيضا في مساحة العمل الأخرى مواقع أو فيديوهات تعليمية وما إلى ذلك يعني من الأسفل بتقدر أن يكون عندك مساحات عمل مختلفة تقدر أنك تتنقل ما بينهم وبنفس الكافية تقدر أنك تضيف أي عدد من مساحات العمل بما في ذلك تقدر أنك تضيف نيو فولدر على سبيل المثال نيو فولدر بهذا الشكل بتسميه اسم وتقدر أنك تضيف جوه أي موقع عن طريق السحب والإفلات أو مسلا على سبيل مثال لو أننا سميناه بأي اسم بعد ذلك بتبتدي أنك بالمواس تمسك هذا الموقع وتتحرك به إلى هذا المجلد كده أصبح الموقع ده موجود داخل هذا المجلد تقدر من خلال آيكونة تصغير اللي موجودة جنب الموقع دي تعمل تصغير فبيتم دمجه زي ما أنكم شايفين داخل هذا المجلد تقدر بقى أنك تضيف داخل هذا المجلد المواقع المفضلة مثلا مواقع التعليمية أو مواقع مثلا محتاج أنك ترجع لها في أي وقت فتكون داخل هذا المجلد وطبعا تقدر لو أنك عايز تقفل هذا الموقع فمن آيكونة اكس أو تقدر أنك تسحبه تاني إلى صفحة أو جزء التنقل العادي عايز أنك تنقل موقع مثلا موجود هنا أو المجلد ده نفسه تنقله في مساحة العمل الأخرى فكليك كيمين عليه بعد ذلك موفدو هتلاقي مساحة العمل اللي أنك أنشأتها موجودة أو مساحات العمل موجودة فضغط عليها هتلاقي هنا في مساحة العمل التانية أصبح عندك موجود الموقع ده فبصراحة هذه الخاصية خاصية مميزة جدا بحيث أنك تقدر أنك تعمل تنظيم لمواقعك ولعمليات تصفحك من خلال جزء التنقل أو من خلال مساحات العمل وطبعا بيكون في عندك الايكونة دي ايكونة الارشيف بحيث أنك تقدر توصل من خلالها إلى المواقع اللي أنك كنت فتحها وقفلتها قبل كده بما في ذلك هذا المتصفح بيتمتع أيضا بخاصية بحيث أنك تقدر تعمل تقسيمة لصفحات المتصفح من خلال هذه الايكونة مثلا لو أنك موجود في موقع معين مثلا زي الفيسبوك محتاج أنك تفتح موقع آخر بجانب هذا الموقع فمن ايكونة دي تضغط عليها بعد ذلك بيكون في عندك هنا ما بين أنك تضيف الصفحة دي في الريت أو في الليفت أو طوب أو بوتوم أنها تعمل تقسيمة بشكل عمودي أو بشكل رأسي على سبيل المثال خلينا نخليها في الريت هنا بعد ذلك على سبيل المثال عايزة أستخدم الجزء الآخر ده في التصفح أو أفتح فيه أي موقع آخر فهتضغط عليه طبعا هيفتح ليك مربع البحث هتضغط عليه هيكون عندك صفحتين وطبعا تقدر أنك تضغط على الايكونة دي بحيث أن المتصفح عندك يكون في وضع الفول سكرين موجودة في متصفح لكنها ميزة عملية جدا بحيث أنك تقدر تضيف هنا موقع معين وهنا تضيف موقع آخر أو تتصفح مثلا من خلال هذا الجزء وطبعا تقدر أنك تقفل الصفحة دي وتفتح تاني جزء التنقل لو محتاج أنك توصل إلى شيء معين طبعا طبيعة استخدام الموقع بسيطة جدا من الأعلى بيكون فيه عندك الايكونة دي لو محتاج أنك تنسخ الرابط الخاص بهذا الموقع من هنا ايكونة الاعدادات دي لو محتاج أنك تعمل شير لهذا الموقع وطبعا تقريبا المتصفح ده بيكون بيحتوي على مانع إعلانات يعني من خلال هذه الايكونة بتقدر أنك تتحكم فيه أي اعدادات متعلقة بهذا الموقع مثلا تفعيل خاصية صورة داخل صورة أو على سبيل المثال حسف الكاش حسف الكوكز أو إدارة الإضافات أو للتوجه إلى جميع اعدادات المواقع طبعا بيكون فيه عندك ايكونة ارك اللي موجودة فوق او ايكونة المتصفح دي بتحتوي على بعض الاعدادات زي على سبيل المثال تعيين المتصفح ده كافتراضي أو البحث عن تحديثات للمتصفح أو لعمل استيراد لأي معلومات خاصة بيك إشارات مرجعية روابط باسورد موجود مثلا في أي متصفح آخر بتحدده ونكست نكست وبيتم إضافة كل المعلومات من هذا المتصفح إلى متصفح اي ار سي ايضا بيكون فيه عندك نو تاب جديد او نيو ويندو او فتح وضع التصفح الخفي او لسبيس المساحات للتنقل ما بين المساحات بما في ذلك تابس دي اي شيء متعلق بالتاب يعني على سبيل المثال مثلا لو محتاج انك تثبت التاب دي هنا في شريط التنقل من خلال بين تاب ونيو فولدر وما الى ذلك من هذه الامور بما في ذلك طبعا الاكستنشن الاضافات لإدارة الاضافات او اضافة اي اضافات وطبعا الاضافات بيتم اضافتها من سوق كروم الالكتروني بما في ذلك وضع او المطورين وايضا الاعدادات الستنجز هنا بيكون في عندك الملف الشخصي بيك لو محتاج انك تعدل على الحساب بتاعك او البروفيل لو محتاج انك تضيف نيو بروفيل على سبيل المثال مثلا وضع الضيف او وضع الزائر وما الى ذلك وهنا الديفولت لو محتاج مثلا انك تعدل على محرك البحث الافتراضي هو بيكون افتراضيا على جوجل تقدر تختار اي محرك بحث اخر انك بتفضله او بتعتمد عليه بما في ذلك هنا طبعا بعض الخيارات مثلا خيارات او المكان اللي بيتم التحميل فيه الدونلود قسم الدونلود لو عايز تغيره تقدر انك تغيره بما في ذلك هنا بشكل مخصص اعدادات الخصوصية التوجه الى كلمات المرور خيارات الدافع والنوتوفيكيشن و كلير براوز داتا لتنظيف سجل المتصفح ايضا من خلال هذا الخيار هايوجهك هنا الى اعدادات المتصفح اللي هي في التقريب او تقريبا نفس اعدادات متصفح جوجل كوروم طبعا المتصفح تقدر انك تعربه بشكل طبيعي جدا من خلال قسم اللغات من هنا او بعد ذلك هنا بتكون على اللغة الانجليزية فقط بتبتدي انك تعمل اضافة لغات بعد ذلك بتحدد اللغة العربية من هنا ثم اضافة ثم بعد ذلك بتغيره على السلس نقاط وبتختار هذا الخيار اي ار سي انزس لانجويتش لتعيين هذه اللغة كافترضية للمتصفح بعد ذلك بتعمل او بيطلب منك اعداد تشغيل وبيتم تحويل لغة عرض المتصفح الى اللغة العربية او اللغة اللي انك حتحددها بعد ذلك هنا خيارات الترجمة لو محتاج انك لما تدخل الى صفحة מסلا باللغة الإنجليزية يتم تعريبها إلى اللغة العربية فحدد من هنا اللغة العربية بعد ذلك طبعا كل هذه الخيارات أو أبرز هذه الخيارات مثلا الخصوصية والأمان لو محتاج أنك تعدل على أي شيء من أذنات أو أمور الخصوصية المتعلقة بالمتصفح بما في ذلك الأداء هنا بيكون في عندك خاصية الزاكرة طبعا أنا فعلتها بشكل مصبك خاصية توفير الرامات بتفعيلها بحيث أن المتصفح يعمل توفير للزاكرة نفس الخاصية دي موجودة في متصفح جوجل كوروم أيضا السرعة تحميل الصفحات بشكل مصبك بلاش منها لأنها بتعمل على فتح الكثير من الصفحات في الخلفية حتى لو أن المتصفح مغلق ففعل فقط الزاكرة بعد ذلك طبعا المظهر لو محتاج أنك تعدل في شيء من مظهر المتصفح محركات البحث لو محتاج أنك تعدل أي شيء فطبعا نفس طبيعة استخدام متصفح جوجل كوروم أو إعداداته أما بالنسبة لسرعة عملية التحميل باستخدام هذا المتصفح فسرعة لا بأس بها تتفوق بعض الشيء عن سرعة التحميل في متصفح جوجل كوروم يعني على سبيل المثال لو أجرينا عملية تحميل باستخدام هذا المتصفح زي ما أنكم شايفين بينبسط معاك هنا آيكونة التحميل اللي أنت لو ضغطت عليها بيتم إيقاف مؤقت للتحميل لو ضغطت مرة تانية بيتم تشغيل التحميل طبعا المتصفح مش بيعرض لك قيمة مثلا أو أنه بيستهلك كام ميجا بايت أو بيحمل كام ميجا بايت في الثانية هو بيصدر لنا فقط هنا الوقت اللي هو يحمل نسخة ويندوز 11 لتقريبا 6 جيجا في 28 أو في 30 دقيقة فدي بنسبة كبيرة جدا سرعة كويسة جدا بالنسبة لعملية التحميلات من خلال هذا المتصفح يعني مثلا على حسب الخادم اللي أنك بتستخدمه أو على حسب سرعة الإنترنت عندك في الوقت الحالي لو أنك مثلا بتحمل بتلاتة ميجا أو باربعة ميجا بايت في الثانية فدي سرعة كويسة جدا من خلال هذا المتصفح بجانب آداء هذا المتصفح في استجابة عالية جدا في التنقل في فتح الصفحات في استجابة عالية جدا في تنفيذ الأوامر بجانب طبعا أن هذا المتصفح موفر بنسبة كبيرة جدا من موارد الجهاز عندك قد يكون في البداية فقط ممكن تحس أن استخدام المتصفح معقد بعض الشيء لكن استخدامه سهل جدا مجرد أنك هتعتاد عليه بعض الوقت من الاستخدام هتحس فعلا أنه متصفح كويس جدا ويمكن الاعتماد عليه فلو أني كان هذا شرح مفيد ما تنساش من دعم هذا الفيديو بلايك ولو عندك أي تعليق أو أي صفصار قل لي في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته